اللهم صلي وسلم وزيدة وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا مسائل هنا يا مسائل فل يا مسائل ياسمين بقول لكم النهاردة تاني يوم عند حمد طبعا مسكت فينا مبارح ومارضتش نخلها نمشي فقلتا ما نقوم نجهز الفطار ونشوف هنفطر ايه فطار امي امك بقى بتاع زمان لبته ولا لا ته ولا كلام فينا من اللون تعرفينه ده احنا عايشين يومين تمام والنهاردة كمان كنا هنعمل اكل من اللي هو الاكل مش التقليدي يعني لا باش عملي لا مش عارف ايه قدنا لها يا ماما احنا عايزين اللامة دي بحتاج الاكلة اللي لازم لازم في اللامة طب هي ايه ايه ها اقول لكم ده اصبور بس معانا احنا لسه يا جماعة بنعمل الفطار مستعجلنا على ايه اول حاجة جبنا عملنا للفول تسبيكة او بنخدر للفول احنا عندنا اسمها ايه نحنا بنخدر للفول اه اللهم مصال على نبي يعني بنعمل فول بطماطي عايزة تحط توم براحتك عايزة تعمل براحتك بس احنا كل نعينا بالاستثناء بنحبه بالبصل فمش معقول عشان التصوير هعمله بالتوم وممكن الاغلبية يستغربوا ان احنا عاملينها بالتوم بالبصل بس هي بالبصل بصراحة بطعمها حلو احنا بنحبها كم فهي هنعمل هنخرط البصل بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين وهنعمل فطار خفيفة وسارعة كده ولذيذ ويفتح النفس عايزة الاكل الاكل بقى كده الاكل تخدر الفول تقلب رنجان تقلب بطاطس الاكل التاعنا اللي هو الحرش دي زي ما بيقولوا الناس بقى اللي بتحبوا يعني وبتحب الحاجات اللي هي القصيلة دي طبعا والله العظيم بجد بجد زي ما قلت لكم بارح من اجمل يومين اكسر من الله العظيم انا بيبقى عندي اوضب وظبط واعمل الاكل ما بيبقى له طعم معرفش ان قلت لك كده مبارح ولا لا زي ما بيكون له طعم في اللمة اللمة والتجمعات دي بتغير طعم الاكل نهائي احنا كنا الاول بنسمعها وكنا قولوا ايدي اللي بيقولوا ده ما هو هو الاكل وهو هو مش عارف ايه لا فعلا ليه طعم تاني ودي بقى شابعنا خلاص وما قادش قادر تقومي يعني الواحد ببقى فعلا اكل وشي بقى خلاص ما قادر يقوم ولا قادر يخلص اكل فعملنا عملنا التزبيكة كده بتاعت او الطماطم بتاعت الفول وابده قطع الطماطم كده معاكم البصلة بتاخد اي لفة بس كده في الزيت هقطع مكعبات صغيرة يا ربي دي من الناس الكبيرة دي نعمة في حياتنا ويا ربي ما نتحرم منهم ابدا هم بركة البيت ولمة العيلة ولمة الحبايب وعيد الشر عنهم وضوط العمر ليهم لما الكبار بتوعنا بيروحهم وما بتلاقيش حده خلاص يتجمع ولا بتلمه ولا بتلمه على حسهم ولا حاج كل واحد بنشغل في حاله وبنشغل في تليفوناته وبنشغل في مشاغله وفي ولاده ما عودش خلاص بتلاقي اللمة والتجميع فين عميبقى حصلك مناسبة ولا اللي مريدي يتظهر ولا اللي عنده فرح نحضر ولا عنده حزن نحضر ما عادش تجميع كل يوم في الاسبوع اللي احنا كنا بنستناها ولا عاد كده روح روح اللمة وروح التجميع دي لا مهما كان برضو الدنيا كده تقل براكتها وتقل خيرها بس يا ريت كلنا نحاول بقدر ما يمكن ندور على اللمة وندور على الحب وندور على الألفة وندور على المواده وصلة الرحم دور على كل ده وما تسيبهوش وما تسيبهوش بجد بجد ما تسيبهوه بعد ما لفنا البصلة كده في الزيت هننزل بالطماطم طبعا احنا كلنا شاطرين وكلنا بنعرف نسبك الفول وكلنا بنعرف نعمل فول بطماطم وكلنا بنعرف نلبرنجان بس حبيت اوريكو يومنا عامل ازاي علشان كلنا متلم اللي زعلنا من حمدها معلش اعتبرها زي يومك اعديلها واخفرلها بلاش لو جوزك دخل عليك امك بتقوله وبتقوله وبتقوله واختك بتعمل وبتعمل وبتعمل اه ودوا بعض اعتبرها ممتك ممتك بتشاكلك ممتك بتزعقلك ممتك بتضربك قرموا من بعض حبيها واخفرلها واخفرلها حاجات كتير تأكدوا كوني على ثقة ان انت زي ما بتعمل بها يتعملك بأمر الله فدايما دايما نعمل للي جاي اعمل اللي جاي واعمل حساب اللي جاي واعمل حساب سنك وكبرى سنك وهكول يعمل حساب كل ده لحد ما الطماطم بتاعتنا هتسبك حاطنا زيت ونزلنا بزيت البرنجان ده قطعته ورشط عليه ملح علشان ما يشربش ميا كتير عشان وينزل السواد بتاعه حوالي كده ربع ساعة عامة بس تقطعيه وتلف لفة حوالي كده وتبدأ تسمي اللو تيلي وانت بتتفرج هنا لو محطاتش لايك اوه هتنسي تحط لايك حط لايك حط لايك حط لايك حط لايك يا مز انت وهي اهملنا الطاصة بتاعتنا كده برنجان وايه هنستنى حد ما البرنجان بتاعنا بقى يحمره ونطلعه معنا التسبكة كده بقت فلة وجميلة وراحة وطعمة وشكل مقلكوش حاجة مما فيش بقت اكل عظمة تعالوا بقى موري كنت عارفين ده ايه الشاطر يقولي ده ايه ده خضرة كده بتيجي من الارض انا مش هقولكو اسمع علشان سايبا كنت تقولها في الكومنت ده وهوريكو دلوقت انا عادة كده لبيا ولعليا وبجيز الفطر لقيت واحدة جرة حامتي كده ربنا يدوم الصحة والعافية يا رب العالمين جايبان للخضر ده لان طبعا مما عارفين ان الحاجات دي هي اللي بتغمس يعني كانت الحاجة اللي رحمة لي يا نينة جوزي تقولي مفيش حد ياولادي يزورنا بكذا وكذا مش هقولكو اسمه برضا المهم هو ما بيحبه الخضر حتى لو هيتاكل مع العيش فقط لغير من غير اي غموز هوريكو هم دلون عين هوريكو هم ايه وتقولولي لو شاطرين طبعا انا اعناهم كده وبحط كده معلقتين ملح وانت معلقتين خل اسف معلقتين خل كده وانت بتغسليهم وانقعهم كم مرة كده لانه لسه جان من الارض والراس بتاعته بتبقى فاطينة فانت بلعلها الطبقة كمرة واثنين وثلاثة واشطف وشن كده فيها علشان الطنة بتاعته كلها ترون كنت بقول ايه اهو شايفين والولي بقى ده ايه هو ده من الواع الخضر يعني بس مش هقولك ان الناس اللي هي كبيرة اللي بتتفرج على الفيديو بتاعنا وبتحب الخضر هتعرف ده ايه ده ايه وده ايه والولي بقى ده ايه وده ايه هنخسر بقى غسيل حلو كده مرة واثنين وثلاثة لان زي ما قلت لكم لسه جاي من الارض وطبعا الراس بتاعته بقى فاطينة بشطفها مرة واثنين وثلاثة وده ما شاء الله البرنجان بتاعنا خلاص ههو استوى وهبدأ اشيله وهورجه كمان الفول بعد ما تسبك وبجد بجد شايفين شايفين الجمال الله عن الريحة والطعم اقسم بالله بجد بامانة ربنا كانت تحفى والله والله لو وحش لو كنت اقيل لكم ان هو وحش طلعنا بقى ليفتحها مية الله يشفي يا رب الله يشفي وعافيه لما عارف ان احنا جاينا نقعد يومين والله العظيم كان محتر يعمل اي يا رب يشفي وعافيه وشفي كل مرة طلعنا جبنة وطعمية وده الفطر بجد اللي يفتح النفس جاب الخضرة وكان خضرة قبل كده اللي بتاعته مبارح وخسيلها وشهو اللي خسيلها يعني جابها وزبطها على جايتنا وقطع ويزبط الليفتي كده وقالها لازم الليفتي يتحدى عشان هما جايين يا رب يشفي ونامه في حياتنا يا رب العالمي وشوف الفطر بتاعنا خفيف ولازيز وقطعنا بقى طماطم واللي عايز حاجة ونفسه بحاجة عمالة ده كان فطرنا وده بسرعة كده يا احلام بنقول تبديكم نبزة كده احنا نستطيع نزلل السمك مع بعض هي دي بقى الاكلة بتاعت اللمة وبتاعت التجميع كنا عايزين نعمل بشاميل ورؤاء وكبد وقوانس باللسان العصفور قلت لها لا يا ماما احنا عايزين الاكلة اللمة عملنا سمك ورز بشعرية وجمنات صلطة وطماطم وكان اكلنا تحفة بقول لكم باي عشان نختم الفيديو واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير وإلى اللقاء